اليوم كنا على موعد مع عودة الثقة او تأكيد الثقة ثقة المصريين في انفسهم النهاردة تم تحرير السفينة ايفر جيفن المملوكة للخط الملاحي لعلامي الافر جيرين بسواعد مصرية وبعقول مصرية وبدعوات المصريين وبصدق واخلاص الشعب المصري النهاردة رجال قناة السويس رجال مصر ابطال حقيقيين النهاردة اليوم السابع ستة ايام من الانغماس والانكفاء في العمل ستة ايام العالم بيحبس انفاسه ستة ايام من الكر والفر ستة ايام من السخرية ستة ايام من هذه الاصوات الناعقة التي كانت تدعو الى استمرار الازمة ستة ايام رجال يعملون يصلون الليل بالنهار وشعب يقف على اطراف اصابعه ويحبس انفاسه ويرفع كفة الدراعة في اليوم السابع بتتجلى ارادة المولى سبحانه وتعالى يستجيب لهذا الشعب ويثمن هذا المجهود ويعلي من هذا الاخلاص النهاردة نجح رجال مصر في هيئة قناة السويس في تحرير السفينة في تعويم السفينة بالنجاح في دمج اثنين سيناريو الاول هو عملية الشد والثاني هو عملية التكريك وعملية تغيير واقع التربة والحمد لله لم نصل الى السيناريو الثالث المخيف اللي كنا بنكلم عليه امبارح امبارح كنا وقفين هنا في نفس المكان بنقول يا رب بنقول يا رب وبناخذ بالاسباب اعقلها وتوكل بنشتغل والناس اشتغلت والناس اخلصت والناس كانت بتتابع لحظة بلحظة الجميع منهمك الجميع بيشتغل الجميع بيخلص والناس كانوا فاهمين كان عندهم وعي الحمد لله الحمد لله الحمد لله برجع تاني وبقول لكل الناس يوم 26 مارس الرئيس الامريكي طلع في خطاب في مناسبة وتكلم عرضا وقال قناة السويس مجرى ملاحي مهم واحنا بنشوف لو عايزين بندرس الموقف لانه امريكا عندها اعظم واكبر واهم معدات في العالم ربما انتبه الناس والعالم رئيس اكبر دولة واقوى دولة يخرج ويقول بانه عنده معدات مش موجودة فاي دولة تانية ربما كان الغرور في الكلمات وانتقاء الكلمات مبالغ في انتقاءها نوع من الصلف والغرور والتكبر ظهرت في كلمات رجل ربما عركته السياسة لكنه لم يكن موفقا حينما خرج وقال بان الولايات المتحدة الامريكية لديها معدات غير موجودة في اي دولة في العالم وكان يكفيه ان يعرض خدماته بادب لكنه لم يفعل لم ترد الدولة المصرية على مستوى الرئاسة وانما رد رئيس هيئة قناة السويس وقال بنشكر العالم وبنشكر الولايات المتحدة الامريكية وبنشكر رئيس بايدن ده ادب دبلوماسي لكن هنا بنتحدث وبنقول للشعب المصري وبنقول للناس الرئيس ما ردش والناس استغربت قالوا هو الرئيس السيسي ليه ما ردش وقال لبايدن شكر على مساعدتك النهاردة الرئيس رد والرد كان بليغ الرد كان بليغ رد الرئيس النهاردة كان بليغ انت عندك معدات مش موجودة في اي بلد في العالم وانا عندي رجال مش موجودين في اي بلد تانية في العالم وده بصد